اشتركوا في القناة هذه المرة من المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري بعاصمة الصورة بشار والحديث اليوم عن الدبلوماسية الجزائرية وسياسة حسن الجوار ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور محمد مجاود رئيس جامعة بشار مرحبا بك أستاذ شكرا على هذه الدعوة الكريمة وشير كذلك المتتبعين للقناة الجزائرية مرحبا شكرا أستاذ كما أرحب بالدكتور الشاب الأستاذ أحمد بركات وأستاذ قانون العام بجامعة بشار شكرا أستاذ رشاد أسعد كثيرا بالتوجد معك في هذه الحصة ووجه تحية طيبة لكل مشاهدي تلفزيون الجزائر مرحبا بك أستاذ كما أسعد أيضا باستضافة الأستاذ محمد صغير سعداوي مدير مخبر القانون والتنمية بجامعة بشار وهو أيضا أستاذ قانون بنفس الجامعة مرحبا بك أستاذ شكرا كثيرا على الاستضافة تحية طيبة لك ولي سادة زملاء ولي سادة المشاهدي مرحبا أستاذ وفي البدأ وفي المستهل قبل تفاصيل موضوع الحلقة اليوم وهو دور جزائر أو دبلوماسية جزائرية وسياسة حسن الجوار التي تنتجها فالجزائر منذ أن افتكت استقلالها وهي تسعى في إطار محيطها الإقليمي إلى انتهاج الحوار وأيضا اعتماد سياسة حسن الجوار كيف تقيمون هذا الدور تاريخيا الذي رسمت معالمه منذ ثورة المجهدة صدر الدكتور شكرا كما تعلمون أن الدبلوماسية الجزائرية ترتكز على مبادع وقيم ثورة أول نوفمبر 54 وقبلها كذلك من خلال المقاومة مقاومة الشعب الجزائري والحركة الوطنية ضد الوجود لاستعمار الفنسي نعم فالمقاومة الشعبية من خلال جهاد الأمير عبدالقادر لأنه كان يعتبر رجل الدولة ورجل سياسي ورجل ديبلوماسي بامتياز نعم كانت له اتصالات كثيرة مع الدول المجاورة والدول الغربية وكذلك كان له اتصالات مع الجنيرالات انطلاقا من الواقع المعاش من خلال المقاومة الشعبية مع المشرق مع دول المشرق العربي مع الدول المشرق مع كل الدول المجاورة والدول الباعدة كان عنده يعني بعد ديبلوماسي من خلال اتصالة المكثفة مع الجيران ومع بعض الدول الغربية والدول المشرقية وهذا مما جعل أن الدبلوماسي الجزائرية يعني تستلهم من هذه القيم فاعتمادها على سياسة حسن الجوار دائما وثقة من رصيد وتاريخ الشعب الجزائري تاريخ نضال نضال الشعب الجزائري وخاصة انطلاق من الثورة أو النوفمبر 54 التي في الحقيقة رسمت المبادع الأساسية للدبلوماسي الجزائري بحيث أن خلال البيانة ونوفمبر فتحت الباب الحوار بالنسبة لحل مشكل القضية الجزائري انطلاقا من مجموعة من المبادع في إطار كل دول المغرب العربي أنا ذاك في دول الشمال الأفريقية نعم أستاذي تفضل وتنطلق من النبادع الوحدة الشعبية ووحدة الترابية الحوار كأسلوب حضاري لحل الأزامات والمشكلة خاصة المتعلقة بتصويت الاستعمار والحصول على الاستقلال السياسي وكذلك الاعتراف بممثل الشرعي للجبهة التحليل الوطني وهذا يعني عندما حددت الوسيلة والكفاح المسلح والغاية هي استرجاع السيادة الوطنية كل هذا وكذلك المراحل التي مرت بها الثورة الجزائري انطلاقا كذلك من المؤتمر الصمام ومن خلال مشاركة الوفد الجزائري في الكثير من المحطات والمنظمات يعني بوندونغ ومعتها بوندونغ سوى 50 إذن كل هذا جعل أن الدبلوماسة الجزائرية لها راسي تاريخي عنده بعد حضاري كذلك وتعتمد على المبادئ الأساسية المعتمدة من طرف الأمم التعايدة خاصة فيما يتعلق بحسن الجوار كوسيلة لإرساء السلم والسلام وكذلك تكثيف التبادل الاقتصادي والثقافي والسياسي لترجع بالفائدة على الشعوب المنطقة وكل دول العالم لنبقى أستاذ أستاذة الكرام قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر في مرحلة التاريخ لجذور سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجزائر إلى إضافات في هذا المجال طبعا أستاذ رشاد مسألة مهمة مبدأ حسن الجوار ويعتبر مبادئ مهمة التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية والمرجعية كما قلت للأستاذ هو بيان أول نوفمبر 1954 يعني هذا البيان جاء مجتملا لكل أركال التي تقوم عليها الدولة حديثة حسن الجوار الجزائر اعتنقته منذ البداية أول شيء نادت به الجزائر في إطار سياسة مبدأ حسن الجوار هو ضرورة احترام الحدود الموروثة على الاستعمار نعلم أن القارة الإفريقية كانت مصعمرة من بين عديد من الدول أهم شيء نادت به الجزائر هو ضرورة احترام الحدود الموروثة على الاستعمار هذا يعزز مبدأ حسن الجوار هذا شيء مهم جدا لماذا الجزائر دائما تتمسك بمبدأ حسن الجوار؟ من أجل هدف أسمى ومن أجل ضمان السلم والأمن الدوليين لأن إذا كان هناك حسن جوار بين الدول هذا سوف يساهم في خلق استقرار على مستوى الدول المتجاورة وهذا ما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وأيضا يساعد في التنمية لتنمية المنطقة أستاذي دائما أبقى في هذه النقطة لأنها مهمة جدا التأريخ لأصالة وجذور هذه السياسة سياسة حسن الجوار التي تعتمدها الجزائر شكرا بارك لو فيك أنا أشكرك مرة أخرى ومن خلالكم تلفزيون العمومي على الحقيقة طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات ونحن في ولاية بشار على التماس مع دول تقاسم ربما الجزائر حدودها لذلك الحديث عن حسن الجوار يأخذ أهميته من هذه المسألة وإذا سمحت لي قبل الحديث عن انخراط الجزائر في القانون الدولي والمواثق الدولية التي تتحدث عن حسن الجوار أنا أقول لك بأن حسن الجوار هذا ثقافة وأعتقد أنه رصيد حضاري بالنسبة للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية إذا تكلمنا على البعد العربي فإن الجزائر دولة عربية تستمد ثقافة هذه حسن الجوار من أصالتها العربية تلك الهمة العربية والمروء العربية التي تفرض على العربي أن يأبى أن يكون جاره ربما جائعا وهو شبعان أو جاره يتعرض للظلم وهو يسعى وفي ذلك أشوى في حادثة أبي جهل مع محاولة اختيار رسول صلى الله عليه وسلم وآبت نفسه أن يكون أن يروع بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجذور الأساسية احتوى ويختلف معه وما في الاعتقادة أو في العقيدة ولكن يقاسمه هذا البعد اللي هو البعد العربي الحقيقة الذي كان يأبى ولذلك النفس السلام قال أنا جئت لأتمم أعتقد أن الرصيد العربي هذا في الحقيقة البعد العربي يعطي للجزائر قدرة كبيرة على وقيمة كبيرة في أن تحافظ على ومن أهم القيام أستاذ الكريم حسن الجوار نعم إذا سمحت لي أيضا البعد الآخر اللي يخلي الشعب الجزائري في الحقيقة عميق في حسن الجوار نصل نصل هو البعد الإسلامي الجزائر دولة إسلامية تقاسم العالم الإسلامي هذه العقيدة اللي هي أن حسن الجوار هذا عقيدة من تراثي الدولة الدولة وأعتقد أن البعد الثالث هو وهذا البعد يتميز به الشعب الجزائري أعتقد أنه يستمده من خصوصية في الشعب الجزائري هو أنه يقاسم الإنسانية يعني إباء الظلم يقاسم هذه المسألة ولذلك نحن نشعر بالأسى حينما يكون الجار مثلا الجار يساند يساند مثلا واحدا من المعروفين بالظلم في العالم والدولة معروفة بظلمها لذلك نحن نحس وتجلى ذلك في المواقف الجزائرية الكثيرة والعديدة لكل الشعوب التي تعاني منها مناصرة القضايا العادلة عبر العالم وسنأتي إلى هذا فيما بعد أساتذة الكرام من أدبيات السياسة الجزائرية هي عدم تدخل في الشؤون الداخلية احترام الحدود موروثة على الاستعمار والدعوة إلى حل القضايا بالحوار والسلم والمصالحة هل كان صدر لهذا الدور الجزائري التاريخي ضمن المحافل الدولية في إطار دائما سياسة حسن الجوار تفضل النقاش مفتوح هنا طبعا في إطار السؤال الذي طرحته الأستاذ تعزيز تعزيز مبدأ حسن الجوار تطلب من الجزائر القيام بخطوات مهمة جدا لأن تعزيز مبدأ حسن الجوار لا يقتصر على على احترام الحدود نعم إنما يقتضي القيام بمبادرات مبادرات اقتصادية وسياسية نتحدث عن مبادرات اقتصادية الجزائر اليوم تشرف على مشروع مهم جدا الطريق العابر للصحراء مع كل دول الساحل طبعا هذا سوف يفتح باب تنمية كبيرة على مستوى كل دول الساحل الجزائر قامت بمسح العديد من الديون هذا يساهم كذلك للدول المجاورة هذا يساهم كذلك في تحسين أو تعزيز مبدأ حسن الجوار نعم أستاذي السؤال الذي قصدته به أنها في تاريخيا وخلال حضور الجزائر في المنظمات والهيئات الدولية على غير المنظمة المتحدة حركة عدم انحياز جامعة الدول العربية اتحاد افريقي وقبلها منظمة الوحدة الافريقية أسست لهذا الخطاب طبعا وضمن حدود سياسة حزن الجوار التي تعتمدها الجزائر تفضل أستاذ الكريم تستمد الديبلوماسة الجزائرية مبادئ هام من النضار للشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي من خلال خاصة ثورات المجيدة التي بنيت على أولا مبدع تقرير مصير للشعب الجزائري والشعوب من أجل تصويت نظام الاستعمار العالمي الغاشم وكذلك ترتكز على مبدع حسن الجوار الاحترام يعني السياسات البلد المجاورة وكذلك السياسات أو الأنظمة في العالم ولا تتخل في شؤونها ومن انطلاق من هذا من تجربتها النضالية ومن تاريخها جعلت أن الديبلوماسية الجزائرية وبصارها أيضا ضمن هذه المنظمات يكون لها تكون لها مكانة واحترام وتقدير من طرف الدول العالم وخاصة من طرف المنظمات الإقليمية والدولية ومما جعلها كذلك أنها تلعب دور كبير جدا في تصويت وفي تسويت كثير من القضايا التي كانت يعني مطروحها من خلال الأزامات والاستراعات بين الدول أو بين الأشيقاء إلى آخر والدعوة أستاذ الكريم حتى يكمل الأستاذ الدكتور أحمد بركات فكرته حتى الجزائر ليس في إطار محيطها فقط في شمال إفريقيا كانت تدعو إلى سياسة حسن الجوار مع عدد كل الدول التي شاهدت نزاعات في إفريقيا أو في مناطق أخرى تفضل أستاذ الكريم هو الجزائر إيمانها بهذا المبدأ وتجزيدها في أرض الواقع جعلها تكتسي مكانة راقية في المشامع الدولي خاصة على المستوى القاري نحن نلاحظ أن الجزائر لما تدخل في أي مبدأ أو في أي نزاع تحاول حل حذ النزاع نجد أنها تكتسي أو تجد تقدير كبير من طرف الخصوم أو من طرف الدول المتنازعة لماذا؟ لأنها طبقت هذا المبدأ في نطاق حدودها وفي إطاق إقليمها وتدعو إليه دائما هذا يدل على ماذا؟ على أنها نية خالصة نعم ما فيش أهداف أخرى توسعية وبدون أي مقابل وبدون أي مقابل بدون أي نفاق سياسي مبدأ ثابت نحن نلاحظ أن الجزائر لما تعبر عن نيتها في حل أي خلاف الأطراف كلها ترحب بأن الجزائر تقفوا على مسافة واحدة على كل على مسافة على كل أطراف النزاع نعم أستاذي لديك إضافة في هذه المقطة بذلك في إطار تاريخ دائما ومشاركة الجزائر في كل المنظمات باعتماد هذه السياسة سياسة حسن الجوار والمعاملة للند شكرا بارك لو فيك إضافة إلى ما قاله السادة الأساتي ذا الحقيقة أن الدبلوماسية الجزائرية الآن يعني بعد يعني منذ منذ أقول ليس منذ الاستقلال فقط ولكن حتى في زمن الحكومة المؤقتة وقبل ذلك بكثير الدبلوماسية الجزائرية يعني وخلال محاة ستونات وستونات وثمانينات أخذت على عاتقها أخذت على عاتقها أن تعكسها بالوجه الحضاري للشعب الجزائري ولي المجمع الجزائري من خلال أولا يعني تضمين هذه المعاني وهذه القيم في بيان أول نوفمبر الحقيقة الذي كان عالميا يعتبر مرجعية كما قال الأستاذ مرجعية كبيرة والحقيقة أن القراءة لبيان أول نوفمبر القراءة متأمنية العلمية القراءة الدقيقة الحضارية تاريخية أيضا يعني يكاد أن يخلو بيان أول نوفمبر من كلمات من كلمات الدعوة إلى الثورة رغم أن هؤلاء الذين حرروا كنا في زمن ثورة نعم ولكن مع ذلك استعملوا مصطلحات السلم استعملوا مصطلحات الإخاء استعملوا مصطلحات النظر إلى الأمام وكانوا مقتنعين أن الجزائر ستتحرر يوما نعم وبالعكس كانوا يتحدثون عن معالم الدولة الدولة الجزائرية في المستقبل ويتحدثون عن حسن الجوار عن القيم التي يجب أن تسود العالم حينما تصبح الجزائر دولة مستقلة وبالفعل حينما أصبحت جزائر دولة مستقلة لها عباس ديبلوماسية الجزائرية يدورا كبيرا في المنظمات التي كانت فيها عضوا نعام نقلت ثقافتها إلى جامعة الدولة العربية إلى الاتحاد الإفريقي نعم نقلت هذه الثقافة وهذه الحضارة إلى الأمم المتحدة ورافعت من أجل تصفية الاستعمار من أجل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و لا زالت ترافع من أجل هذه المبادئ نظار مستمر بدأت بجيرانها بعد الاستقلال الجزائر أبرمت مجموعة من الاتفاقيات ترسيم الحدود قبل ترسيم الحدود لو سمحت لي جمعات الاتفاقيات مثلا المعاهدة التي أبرونتها الجزائر مع المغرب سنة 1969 لمتعلقة بالإخاء وحسن الجوار والتعاون أبرمت أيضا اتفاقية في نفس السنة هذه في جونفيل وخرا في فيفري مع ليبيا تسمى اتفاقية الإخاء وحسن الجوار والتعاون مع ليبيا أبرمت أيضا اتفاقية أخرى سنة 1970 مع تونس وأعادت هذه الاتفاقية وكل هذه الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ حسن الجوار في نفس الموضوع في نفس الموضوع الإخاء وحسن الجوار والتعاون وزادت في سنة 1983 مع تونس أضافت الوفاق إلى هذه المسألة وأسمح لي أن أشير فقط إلى أنه في اتفاقية اللي درتها مع المغرب سنة 1969 لأنه كانت اتفاقية أخرى متعلقة بالحدود وغيرها مع نفس الدولة في تلك الاتفاقية المادة خمسة من هذه الاتفاقية تقول بأنه لا يجوز لأحد الطرفين أن يسمح أو أن يدخل إلى تحالف أو يسمح لتحالفينما أن يعتمد أساليب معينة يمكنها أن تسيئ إلى الجار ولكن الواقع الآن للأسف أكثر ذلك تماما للأسف الواقع للأسف أكثر نعم يثبت خرقا لهذه الاتفاقية وتعدي صارخ على هذه القيم التي تضمنت هذه الاتفاقية إضافة أستاذي في إطار ترسيم الحدود والاتفاقيات المبرمة إذا كان لديكم أستاذي الكريم مع كل حدود مع موريطانيا مع موريطانيا مع موريطانيا الجزائر كانت واضحة منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية بعد الاستقلال وإلى منظمة الوحدة الإفريقية أنا ذاك كانت واضحة لحل أي خلاف ولتجنب لأن الجزائر ذاك هدالك تعتمد مبدأ الدبلوماسية الوقائية يعني ليس فقط دبلوماسية هي تتنبأ بوجود خلافات وللقضاء على الخلافات طبعا في إطار نظرة استشرافية تحول قضاء مثلا في الحدود مع المغرب نعرف ما حدث في حرب الريمان عام 1963 سببها هو الحدود الجزائر كانت واضحة اعتداء سافر نحن عهد جديد بعهد جديد بالاستقلال ويحاول اعتداء على الجزائر بحجة عدم ترسيم الحدود الجزائر كانت واضحة منذ عهد الحكومة المؤقتة أن الحدود الموروثة على الاستعمار يجب الاحتفاظ بها ويجب احترامها حتى في النزاعات الدولية دائما الجزائر كانت ترافع على هذا المبدأ مثلا في إطار حل النزاع بين إيريتيريا وإثيوبيا الجزائر في إطار نزاع حدودي كانت سنادي دائما بضرورة احترام الحدود الموروثة على الاستعمار لماذا؟ لأنه حل يضمن حقوق الجميع كل جميع كل دول طبعا استاذ دائما في إطار التفصيل أكثر ما هي المبادئ والأسس والمحددات الأساسية لسياسة حسن الجوار التي تعتمدها الجزائر فضل استاذ ديبلوماسية الجزائرية بما أنها كانت أصبحت فعالة ذات فعالية وذات جدية نتيجة لثبات في مواقفها نعم إذا كل القضايا العالمية وخاصة المبادئ التي تتعلق بحسن الجوار وخاصة عدم تدخل كذلك في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بطرق سلمية هذه المبادئ الأساسية التي جعلت أن الديبلوماسية الجزائرية تصبح لها مكانة واحترام كبيرين في المجتمع الدول نعم وأصبحت كثير من الدول يعني تطلب تدخل للجزائر من أجل يعني حل المزاعة حل الوساطات مثل ما حدث في قضية الرهائل الأمريكيين قضية 1981 رهائل أمريكي والصراع الإيراني العراقي نعم 1915 ونادت أن ذلك بسياسة حسن الجوار بين الجارين المتحاربين لأن الإشكال الذي يطرح على مستوى العالمي خاصة الصراعات والنزاعات هي تتم يعني في بقعة تتعلق بمجمعات من الدول المتجاورة ولهذا حسن الجوار كمبدع يعني احترامه يحل كثير من المشاكل وانطلاقا من هذه القيمة الأساسية في الدبلوماسي الججائرية جعلت أن التعاون والحل المشاكل بالطرق السلمية والحضارية تعطي للجزائر دورا هاما وكبيرا إلى يومنا هذا من أجل يعني في النزاعات وحل المشاكل العالقة ومن هنا اكتسبت تجربة كبيرة ورصيد تاريخي مهم جدا جعلها أنها تكون قوية وتكون لها مكانة ولكن لها قول مهم جدا لأنها تنطلق فقط من قيم من قيم من مبادئ وهذا المبادئ يعني هي مبادئة الأمم المتحدة حسن الجوار يعني مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة تضره كل المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة نعم ممتحدة نعم ولهذا أن أقول بأن الثبات على هذه المبادئ لأنها لم تتغير برغم أن تغير الأنظمة تغير رؤساء لكن هذه المبادئ وهذه القيم وتغير حتى السياسات الدولية والظروف الحاصلة الآن بقيت لأنها مستمدة من بعد حضاري بعد إنساني بعد تحروري لأن حتى مساندة الحركة التحرورية هي طالقت من نظام الشعب الجديد ضد أي شك من أشكال الاستعمار والتواجد الجزائر في المنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الإفريقي جعلها أنها كذلك تطرح قضايا تنموية التي تكون أساس لحل كثير من المشاكل خاصة متعلقة بالفقري بالماء بكثير من القضايا لأنه من خلال تصفيت الاستعمار السياسي وكذلك التحرر الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة والأفريقية تجعل أن هذه المجموعة تتمكن من أنها تتطور وتتقدم وبالتالي تتغلب على كثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه ما زال نعتقد بأنه وحتى الأفات التي ظهرت فيها مؤخرا الجريمة المنظمة الإرهاب التطرف التجارة المخدرات كل هذا حسن الجوار يساعد على حل تفكيك هذه الغلغان والقضاء على هذه الأفات حسنة الهجرة كذلك نعم هذه الإضافة شكرا بارك لو فيك على كل حل أثار الأستاذ نقطة مهمة جدا المقاربة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر في الحقيقة المقاربة الاقتصادية في حل حتى الإشكالات السياسية التي تحصل مع الجيران وإذا سمحت لي نعم يعني اعتماد الجزائر في الحقيقة في القمة الأخيرة القمة العربية التي اعتمدت هنا في الجزائر التي نظمت في الجزائر قمة جامعة الدول العربية على أعلى مستوى حينما اعتمدت الجزائر المقاربة الاقتصادية في حل الإشكالات العالقة ما بين دول جامعات الدول العربية وحتى في علاقة هذه الدول مع دول الأخرى في القرى الإفريقية والقرى الأسيوية الحقيقة أنه لقيت قبولا أولا وإشادة واسعة على المستوى العالمي ولقيت حتى احتراما كبيرا على المستوى العالمي بحضور ممثلي الهيئات الدولية وأثبت هذا الحل في الحقيقة فعاليته وهي الآن الجزائر تنظم مؤتمرا كبيرا في الأمن الغذائي وتدعو المنظمات العربية إلى اعتماد صندوق للتنمية في هذا المجال وللدعم الغذائي للشعوب الفقيرة وشعوب كما تسمى في تصنيف الأمم المتحدة الدول الهشة أو الشعوب ذات الهشاشة الاقتصادية أسمح لي أن أقول لك بأن حسن الجوار هذا يفرض على الجزائر أولا أن تشتغل على مسألة ترصيم الحدود لأن ترصيم الحدود يجعل الدول هذه تتعامل براحة مسألة ثانية مستقرة في سلم وأمان وتنمية نعم المسألة ثانية هو أن الجزائر تعتمد يعني توافق ما بين حسن الجوار مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنا أقول لك بأن هنا في هذه النقطة على المستوى الجماعي على مستوى الجماعي على مستوى الشعوب الجزائر في الحقيقة تشغل هذا المبدأ وهو حسن الجوار وتدعم الدول التي تعاني صعوبات في أنظمتها السياسية مثلا كالدول الجارة ليبيا ما حدث في تونس في مالي في النيجر يعني تقدم الدعم الكبير لشعوب هذه الدول التي تعاني على المستوى السياسي على المستوى السياسي تشغل مبدأ عدم التدخل في شؤون داخلية وحتى سيد رئيس الجمهورية يقول بأننا نعتمد ونؤيد الحلول التي تعتمد داخليا في تلك الدولة يعني في ليبيا التي يقرها الشعب الليبي أو شعب النجيلي أو شعب المالي أو كل الشعوب يجب أن يكون الحل بليبي وما قرره الليبيون هو الذي يجب أن يحترم إذا لم يتوصل الليبيون إلى حل تعتمد حلول المعتمدة من طرف المنظمات الدولية ولم تتدخل جزائر احتراما لمبادئها وهي مبادئ حسن الجوار وعدم تدخل في الشؤون الداخلية مثلما فعلت كثير من الدول تلتي تدخلت في شأن الليبي وفي مالي وفي قضايا أخرى في محيطنا الإقليمي يفرض أيضا حسن الجوار على الجزائر أن تبذل جهودا كبيرة مع الدول الجارة في قطع الطريق على الجريمة المنظمة العابرة للحدود هذه الجريمة التي ترهيق في الحقيقة الدول واقتصاديات الدول وتنخرط الجزائر في منظومة التعاون الدولي لكشف الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين واتفاقية كبيرة وقعت في هذا المجال أختم هذه الجزئية بالإشارة إلى أن نعم تفضل نعم في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود جزائر الآن في الحقيقة تشكل نموذج مدرسة الحقيقة الدولية في مواجهة الإرهاب وهو إحدى الجرائم العابرة للحدود الإرهاب سواء كان الإرهاب الكلاسيكي ولا الإرهاب الإلكتروني الآن الوجه الجديد للإرهاب تشكل مدرسة فريدة من نوعها في تصدير هذه التجربة وهي تجربة مواجهة الإرهاب ومعها الآن أصبحت أيضا انتقلت إلى مرحلة أخرى هي مواجهة التطرف العنيف نعم تطرف العنيف وأعتقد أن بيان دول الجنوب الذي نشأه هنا في الجزائر صدر هنا في الجزائر يوضح سياسة الدولة الجزائرية في مواجهة الإرهاب كجريمة المنظمة عابرة للحدود ومواجهة التطرف العنيف لأن التطرف العنيف يسيء إلى مبدأ حسن الجوار ويجعل الشعوب هذه متنافرة فيما بينها أعتقد أن الجزائر اشتغلت بجدية في هذا الموضوع وأعتقد أنها أيضا نجحت أساسي ذاتي كرام وما أنكم مختصين في القانون الجزائر بقيت منسجمة في دبلوماسيتها التي أقرتها كل الدستير الجزائرية للحفاظ على سياسة حسن الجوار المعتمدة وعلى الحوار وعلى حل القضايا بالسلم المصالحة كيف تقيم أو ما هي المقاربة المقاربات التي اعتمدت الجزائر بالمنظمة بإضافة إلى المقاربة التي تفضل بها الدكتورو هي المقاربة الاقتصادية أكيد هناك مقاربات عديدة تنطوي تحت هذه سياسة حسن الجوار أشرت هنا مسألة مهمة جدا كان عندنا مرجعية مهمة جدا وما زالت قائمة هي بين أول نوفمبر 54 اليوم الجزائر عندها دستور هو القانون الأساسي في الدولة لما نرجع إلى مواد دستور الجزائري نجد أن هذه المبادئ كرسة دستوريا يعني لما نتحدث مثلا على مبدأ عدم تدخل في شؤون داخلي الدول لما نرجع إلى المدة 33 من دستور نجد أن المؤسس الدستوري أشار إلى هذا المبدأ ومعنى معنى ألزم الدولة الجزائرية بضرورة احترام مبدأ عدم تدخل في شؤون هذا ما لم يتوافر في العديد من دستور دول دول متقدمة ولا نجد أن تنص على هذه المبادئ المهمة جدا يعني لم يتم دستورة هذه المبادئ الآن في إطار مبدأ عدم تدخل في شؤون الداخلية للدول كتعزيز لمبدأ حسن جوار نراحب أن الجزائر دائما تغلب لغة الحوار يعني مبدأ مهم جدا هو لغة الحوار في جميع الخلافات سياسية الاقتصادية وحتى الثقافية وحتى الثقافية نحن نلاحظ أحيانا فيه موروث ثقافي يتم تنازعه بين الجزائر وبين دول المجاورة الجزائر تغلب لغة الحوار وتم حل هذا الخلاف يعني المقاربة الجزائرية في إطار عدم تدخل في شؤون الداخلية للدول وهو مبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والجزائر تؤكد في دستورها وفي الخطابات الرسمية على أنها تتمسك بمبدأ أو بميثاق الأمم المتحدة ما معناه عدم تدخل في شؤون الداخلية للدول سواء كان يكراه سياسي اقتصادي أو حتى ثقافي لدول مجاورة أو حتى لباقي الدول وهذا قلنا ما يدعم مكانة الدول الجزائرية أنها ليس لديها أهدف توسعية وهذا قلنا لما تشري في جزائر على محاولة حل الخلاف كل أطراف ترحب بهذه المبادرة لأنهم يعرفون أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الداخلية للدول نعم نابد أن نعرف بأن سياسة حسن جوار هي في الحقيقة سياسة وقائية لتحافظ على أمن الدول المجاورة مثلا الجزائر أمن التونس أمن المغرب وإمن ليبيا أمن الساحل دول الساحل وأمن الجزائر تجربة لدول أخرى في مراتك أخرى من العالم هي أمن الجزائر بالدرجة الأولى وعلى هذا الأساس أن سياسة حسن الجوار هي سياسة وقائية تمكن هذه الدول أن لا تعيش نزاعات وسراعات التي تغديها أطراف خارجية وهذا هو اللب للموضوع يجب علينا أن نتكلم بأن هذه السراعات المصطنعة داخل هذه الدول تجعلها أنها تبقى تعيش أزامات إلى الأبد وتعيش تخلف كبير وبالتالي تزأزع استقرار وأمن هذه البلدان والجزائر في هذا الميدان اكتسبت تجربة كبيرة لأنها تنطلق من مبادع عاشتها هي كدولة خلال نظر تحل الشعبي الطاويل وخلال طور الجزائر وكانت تستمدها من المواثق العالمية ومن دساطرها لأنها تعرف جيدا بأن تغذية هذه النزاعات مثلا في الساحل المالي ولا في النيجر ولا في ليبيا ولا حتى الحدود مع المغرب هي أن الأطراف أخرى تريد أن تبقي وتبقي هذه المنطقة من منطقة المغرب العربي تعيش هذه النزاعات حتى تبقى متخلفة حتى تضعفها تبقى ضعيفة ومتخلفة لكن النظرة الجديدة للديبلوماسي الجزائرية الآن التي تعتمدها للرئيس الجمهورية نعم والنسؤول على البلاد خاصة أنه الذي يرسم السياسة الخارجية تعتمد على هذه المقاربة الاقتصادية لأن لاحظنا بأن مهما كانت التوجه السياسي النظرة السياسية للأمور تبقى ناقصة إذا لم تكتمل بمقاربة الاقتصادية تجديد في المقاربات بالإضافة مقاربات أخرى أستاذي قريم نيباد مثلا نيباد مثلا الموضوع تحل الأساسي هو كيف يمكن أن نبني تكامل اقتصادي بين الدول الأفريقية لأنها تسخر بثروات كبيرة جدا تستغل من طرف دول أخرى هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لتدعيم السياسة الديبلوماسية الجزائرية وكما قال الأستاذ مثلا بالنسبة للجامعة العربية لا يمكن أن نقتصر فقط أن نؤيد إلى الأخير لا بد أن نخطو خطوات أخرى في تمكين هذه الدول أنها تتعاون أكثر بدلا من أنها تتعاون مع الآخرين تتعاون فيما بعضها بعض من أجل حل الكثير من المشاكل كأولوية كأولوية لأن فيه إمكانيات وبالتالي عندما نشاهد أن التدخلات الرئيس والتدخلات للديبلوماسية الجزائرية التي تتكلم حتى على الستارتوب مثلا حتى في جدة في المعتمرة الجامعة العربية يتكلم على جانب أساسي مهم جدا وهو الجانب الاقتصادي أستاذ كريم بالإضافة إلى ما تفضلتم به ما دلالة إصرار الجزائر على انتهاج سياسة حسن الجوار والدعوة إليها دائما ومحاولة ترسيقها شكرا بارك له فيك اسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال نعم أريد أن أشير إلى أن التعديل الأخير الدستوري الأخير لسنة 2020 نعم حتى حينما أجاز أو لا سمح للجزائر بأن تبعث وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الجزائر من أجل أن تشارك في عمليات حفظ السلام في بعض الدول في بعض الدول قيدها بأن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي في علاقة الجزائر بالدول الإفريقية ووضع شرطا آخر أساسي مهم جدا هو أنه لا تتم هذه العملية إلا بموافقة البرلمان إلا بموافقة البرلمان وهو طبعا ممثلي الشعب الذين يعطون الإشارة الخضراء لإخراج الجيش الوطني الشعبي ووحدات من الجيش الوطني الشعبي للمشاركة في عمليات حفظ السلام من ذلك حتى حينما قررت الجزائر أن تعتمد هذا الأسلوب وهو المشاركة عن طريق وحدات الجيش في حماية حفظ السلام وصل أستاذ نعم خارج الأراضي الجزائرية فإنه قيدته بهذا القيد حفاظا على سياستها لوقائية المنتهجات طبعا اللي هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا من خلال ما تفرضه وما تقضي به منظمات الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وبالضوابط الدستورية التي وضعها الدستور الآن أعطفا على سؤالكم أنا أعتقد أن الحقيقة المقاربة كما ذكر أستاذ وذكر أستاذ الأستاذ المقاربة الاقتصادية تنطلق من أولا من الإمكانات والمقدارات التي تمتلكها دول العربية وأعتقد أن التوجه الجزائري نحو إفريقيا نحو إفريقيا مهم جدا هذا واللغة الآن التي تعتمدها الجزائر هي لغة المقاربة الاقتصادية باتجاه إفريقيا والمشاريع الآن التنموية التي أطلقتها الجزائر باتجاه إفريقيا والاتفاقيات التي تم إبرامها مع موريطانيا باتجاه نيجيريا الخط الطريق البري المعتمد أنبوب الغاز هذه المشاريع الكبرى الملتقى الثقافي الاقتصادي الذي ينظم في تمراص الجامع للدول الإفريقية الحقيقة أن هذه الرؤية رؤية التوجه الاقتصادي إلى إفريقيا عميقة ومهمة جدا أولا للتقارب الجغرافي وثانيا أن الجزائر انتبهت إلى المقدرات الاقتصادية لهذه الدول وحتى الدول التي تعاني صعوبات سياسية الجزائر تروج الآن وتدعم سياستها أن حل كثير من الإشكالات السياسية حتى الأمنية يمكن حلها بمقاربة اقتصادية يمكن حلها بمقاربة اقتصادية وأنا أعتقد أن هذا التوجه الاقتصادي للجزائر باتجاه إفريقيا سيساهم إلى حد كبير في حل الإشكالات التي تعاني منها نيجر أو مالي أو الدول الإفريقية لتفصيلا أكثر أستاذ الكريم سبقتني اللي كان لدي سؤال في هذا الإطار بالذات وهو الجزائر تصدر السلم تصدر تجربة المصالحة تصدر أيضا التنمية مثل ما ذكر الأستاذ تنمية إلى هذه المناطق المحيدة درءا لكل المخاطر كيف ترون هذا ضمن حدود ومبادئ سياسة حسنة الجوار المعتبدة؟ السلم والسلام والتعايش السلمي نعم بين البلدان وفي العالم يعني هي مهمة جدا بالنسبة للرخاء وبالنسبة للأمن والاستقرار هذه البلدان والآن للشعوب الإفريقية والشعوب العربية من خلال التحولات التي يعرفها العالم الآن نعم نتطمح أنها تعيش في استقرار وسلام وتعيش في رخاء لكون أن مرحلة تاريخية كبيرة يعني جعلتها أنها تبقى دائما تحت وطأة الاستعمار الجديد نعم لاتخذها أشكال جديدة وخاصة بجانبه الاقتصادي والثقافي هذا الغزو الثقافي والعولمة التي أصبحت مسيطرة على هذه الدول التي لم تتمكن من أنها تتحرر بالرغم أنها يعني تسخر بكثير من القدرات القدرات والصراوات وطاروات هذا هو الإشكال الذي رهما تروح اليوم ولهذا فنقول بأن جزائر حتى عندما انطلقت الثور الجزائر لابد أن نعود إلى هذه المرجعية لم تتخلى لأنها أساسية لم تتخلى عن الحوار لأن في أول نوفمبر ال54 أقرت الحوار كأسلوب حاضري من أجل حل القضية الجزائرية نعم وكانت تدر رغم معانته من الاستدمار برغم من الاستدمار والاستغرار والطمس الشخصية الوطنية يعني مكونات الهوية الوطنية إلا أنها بقيت يعني تحتمد على أنها تبقى تبقى الثورة ثورة سلمية تبقى الجزائر تدعو إلى السلم والسلام تدعو إلى التأيج السلمي وهذا من خلال كل مواقفها وتدخلاتها على مستوى المحافظة للدول هذا من ما جعلها أنها يعني دولة هذه الدولة الجزائرية ديبلوماس الزائرية تكتسب ثقة كبيرة من خلال جذورها من خلال تجربتها التاريخي ونضالها التاريخي الذي يعني يدعو إلى التحرير البلدان سياسي فيما قبل والآن اقتصاديا وهذا من ما جعلها الآن يعني تسعى إلى أن تروش أن تجعل كل الدول وخاصة دول متجاورة أن تتآذر وتتضامن وتتكاتب مع بعضها بعض بهدف تنمية المنطقة ودرأ كل المشاكل الأستاذ الكريم هل دائما في إطار ديمباسيا الجزائرية وسياسة حسن الجوار المنتهجة والمعتمدة بالإضافة إلى ما تقدم الأساتذة الكرام ملابح هل من ملابح أخرى لهذه المقاربات لهذه السياسة المعتمدة طبعا الجزائر لديها قلنا نظرة استشرافية بعيدة جدا نعم لما نلاحظ مثلا الأزمة الليبية والأزمة المالية نعم الجزائر قلت أنت فكرة مهمة جدا مهمة جدا هي أن تصدير المبادئ مبدأ المصالحة مبدأ السن نعم الجزائر تعزز هذه المبادئة لماذا؟ لأن هاتين الدولتين في إطار ضعف السلطة وضعف الاقتصاد هذه الدول نتج عنه ماذا؟ نتج عنه انتشار منظمات إرهابية، تجارة السلاح، المخدرات يعني هاتين الدولتين أصبحت هما الضحية الأولى في المقام الأول نعم وأصبح تأثيرها على كل الدول المجاورة نعم فالجزائر في إطار القضاء على هذه المشاكل وفي إطار تعزيز وجود الدولة الوطنية نعم دائما تنادي إلى المصالحة مثلا في إطار نزاع الليبي الجزائر دائما تدعو إلى الحوار تغليب لغة الحوار وتغليب لغة المصالحة الوطنية السياسة المصالحة الوطنية نعم نلاحظ أن للأسف الاقتصاد المالي ضعيف الجزائر دائما تقدم مساعدات للدولة المالية من أجل تعزيز وجود الدولة وفي إطار تعزيز وجود الدولة يسهل الحل السياسي لأنه بدون مقاربة الاقتصادية الحل السياسي يصعب فالجزائر قلنا في إطار القضاء على الأزمات الموجودة في هذه الدول المجاورة لديها نظر استشرافية أولا تحاول تقوية الدول المجاورة ولما تحاول تقوية الدول المجاورة هي تحاول كذلك تأمين حدودها وتأمين السين الموجود على المساوى المنطقة التي توجد فيها الجزائر نعم على ذكر منطقة دول الساحل ككل الجزائر كانت قد رفضت التدخل الأجنبي في مالي وأيضا في ليبيا وأيضا في كل ما يحدث في دول الساحل وتدعو إلى الحوار والمصالحة التي ذكرت منذ قليل أصبحت تجربة رائدة أو تعتبر مدرسة يلجأ إليها الجميع ما تأثير هذا الدور الجزائري على كل دول المنطقة في إطار دائما سياسة حسن الجوار تفضل أستاذ شكرا بارك لوفيك اسمح لي على كل حل أن أنا أرى بأن الجزائر حينما تمد مشروعا اقتصاديا باتجاه دولة من دول الجوار أو باتجاه مجموعة من الدول من دول الجوار أنا أعتقد أنها تصدر إلى هذه الدولة التنمية الأمنية أنها تصدر الأمن الاقتصادي إلى هذه الدولة والآن أصبح العمل على مستوى أعلى وتحفيز هذه الدول على أن تنخرط في مشاريع تنموية اقتصادية مشتركة ولذلك طبعا الجزائر تشتغل على هذا المحور التجاري التبادل التجاري وإنشاء بنوك ومصارف مالية في هذه الدول من أجل التنشيط التجاري للحركة التجارية في هذه الدول الجارة للجزائر بالمنطقة الجنوبية فأنا أعتقد أن تصدير المشاريع الاقتصادية هو تصدير للأمن الأمن الاقتصادي على الأقل لهذه الدول يتبعه تصدير الأمن السياسي لهذه الدول باعتماد الحلول السياسية وهنا أنا أرى بأن الجزائر تشتغل بالقاعدة التالية وأنه يعطى الفرصة الكافية للدولة من أجل أن يكون الحل داخلي ثم بعد ذلك يسمح للمنظمات الإقليمية على أن تتدخل لأنها أقرب إلى هذه الدول كالاتحاد الإفريقي الإفريقي يمكن أن يتدخل في إعطاء الحلول التي يمكن اعتمادها في تلك الدولة ثم بعد ذلك يمكن الذهاب إلى المنظمات الدولية وهنا تلعب الجزائر في الحقيقة دورا كبيرا محوريا محوريا في المنظمات الإفريقية شفنا دور الجزائر في جامعة الدول العربية من خلال تبني مبادرة إرسال خبراء وشخصيات عربية للتفاوض من أجل حل الصراع الموجود حتى في أوكرانيا شفنا أيضا المبادرة الجزائرية في تنظيف منظمة الاتحاد الإفريقي من التواجد الصهيوني في الحقيقة ولو بصفته كمراقب في هذه المنظمة والمرافع الكبير للجزائر في إبعاد الكيان الصهيوني من منظمة الاتحاد الإفريقي لسبب يعتبر جوهري بالنسبة للديبلوماسية الجزائرية وأن هذه الدولة تمارس خرقها للقانون الدولي تمارس أبشع صور الاعتداء على الأخوان ولا تحترم سياسة حسن الجوار التي لحد مبادئ جزائر مع سوريا مع لبنان مع فلسطين مع كل دول المحيطة بها تخريق بصراحة يعني قواعد القانون الدولي ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتمد على الحماية التي تعطى لها طبعا من بعض الدول سياسة الدولية الجزائرية تعتمد على علاقتها الخارجية على العدل والمساواة بين الدول بالتالي عندما تكرس هذه المفاهيم وهذه القيم هي تصدر في آن واحد يعني الحسن الجوار السلم والسلام والتنمية الاقتصادي بالنسبة للجامعة لا تقتصر فقط عندما نتكلم مثلا على اكتساب التكنولوجية التي هي أصبحت يعني من ضرورية التقدم الدولي أصبحت من المهام الديبلوماسية ليس فقط الجزائري وأصبحت من السياسة الديبلوماسية للاتحاد الإفريقي هذا رافض نحن نتكلم عن المبادئ أستاذ الكريم الجزائر كدولة محورية في شمال إفريقيا وفي إفريقيا ككل وتعامل كل دول محيطة بها بسياسة حسن الجوار لكن للأسف هناك من يحاول أن يصدر مشاكله وأزماته الداخلية المتعددة كتنفيذ لمشاكله في مقاربة مخلة للعلاقات وحسن الجوار كيف توسرنا ذلك أستاذ الكريم شكرا أننا كنت قد أشرت لك إلى في الحقيقة المعاهدات التي لك أن تفسل نعم برك الموضي الجزائر في الحقيقة تنفيذا لحسن الجوار مع الدول المجاورة لها أبرمت مجموعة من الاتفاقيات نعم كان عنوانها واضحا هو يعني معاهدة الإخاء وحسن الجوار والتعاون نعم مع هذه الدول أبرمتها مع المغرب سنة في جنفي تسعة وستين أبرمتها مع ليبيا في فيفري تسعة وستين أبرمتها مع تونس في الف وتسعمائة وسبعين موريطانيا أيضا دخلت بعد ذلك في الاتفاقية مع تونس التي سميت باتفاقية الوفاق هذه مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمت ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية المغرب العربي اتحاد المغرب العربي التي رعتها الجزائر ودعت إليها ولا زالت ترعاها في الحقيقة وتدافع عن تلك الرؤية الجمعية التي يجب أن يكون عليها اتحاد المغرب العربي يعني أبرمت هذه الاتفاقيات وتسعى دائما إلى أن تحافظ على التزامها في هذه الاتفاقيات بحسن الجوار بالإخاء وهذه مراتبة بالتعاون بالتكامل نعم هذه مراتب حسن الجوار يأتي بالإخاء ما بين الشعوب وما بين الأنظمة العربية وينقل هذه الدول إلى مرحلة التعاون الاقتصادي التعاون الجماعي التعاون السياسي يعني تقاسم المشاكل المشتركة الإقليمية ربما المشتركة تقاسم المشاريع الكبرى كانت هناك رؤية كبيرة في إنشاء جيش موحد للمغرب العربي للدفاع المشترك ما بين دول المغرب العربي للدفاع المشترك ما بين دول شمال إفريقيا تقاسم هذه وكان حلم الشعوب حتى أثناء الثورة الذي أخل به الآن للأسف تقاسم حتى هذه المعاني مع الضيفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط في مجموعة الخمسة أيضا كجوار من الضيفة الأخرى أنا أعتقد أن الجزائر أبرمت هذه الاتفاقيات ونشرت دبلوماسيتها الكبيرة في المنظمات الدولية مرافعة عن هذه المبادئ لكن للأسف للأسف يعني الذي حدث أن تحديدا الدولة الجار في الحقيقة خرقت هذه القواعد وخرقت هذه الاتفاقيات وأنا قلت لك المدى الخامسة من اتفاقاتنا مع الدولة المغربية تنص على أن هذه الدول يعني يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف أو تحالف من شأنه أن يسيء إلى الدولة الجارة يعني خرقا لهذه الاتفاقية تأتي هذه الدولة بالكيان الصهيوني وتسمع له بأن ينشئ قاعدة في المغرب ويسيء إلى 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 وقبل ذلك دكتور رغم ما تقوم به الجزائر من سياس حسن الجوار والتعامل بحق الجيرة مع كل الدول وخاصة مع الجار الغالب لماذا في رأيكم هذا التحامل وهذه الاعتداءات المتكررة منذ القدم وأستاذ أنت ذكرت مسألة مهمة جدا هو محاولة والجار لا يحترم سياس حسن الجوار يعني الجارة الغربية هي دائما تحاول أن تجد متنفسة للمشاكل الداخلية التي تعيشها سياسية اقتصادية اجتماعية من خلال الاعتداء المستمع عن الجزائر ما حدث في حرب الرمال 1963 كان سببه ما كانت تعيشه المملكة عن ذاك يعني المملكة كان هناك محاولة انقلاب عن نظام الملكي والمالكة عن ذاك حاول تصريف هذا المعارضة إلى محاولة تصريفها إلى محاولة الحدود مع الجزائر مسألة الحدود مع الجزائر لما يأتي هو الأستاذ ذكر ما ينبغي أن يكون يعني اتفاقية جنوبي 1969 في المادة الخمسة تنص على أنه لا يجوز تحالف دولة مع دولة أخرى عن ما عادية نحن شهدنا للأسف خاصة مع عدو الأمة طبعا عدو الأمة كما قلت لما يأتي وزير دفاع إسرائيلي ويوجه تهديد مباشر للجزائر من المغرب أين حسن الجوار في هذه الواقعة يعني لأسف هذا انتهاك صارخ لمبدأ حسن الجوار لما يأتي عدو الأمة كما قلت ويوجه تهديد مباشر للدولة الجزائرية كيف نتحدث عن حسن الجوار وكيف نتحدث أصلا عن جار يعني هنا ضربت عرض مبدأ حسن الجوار يعني بكل للأسف ضربته يعني ضربة قادية نعم أستاذ كريم إذا كان لديك إضافة في هذه النقطة أو كخلاصة في الختام كخلاصة كيف تقيمون عموما ديبلوماسي الجزائرية وسياس حسن الجوار وكآخر كلمة نعم تفضل أستاذ كريم قبل ما نتطرق إلى هذا الموضوع يجب أن نعود إلى محطة تاريخي هامة بالنسبة لبناء المغرب العربي نعم والذي يرتكز على التعاون وحسن الجوار والإخاء بين الشعوب وبين الدول نعم هي مؤتمر طنجة نعم الذي كان يدعو إلى أولا تدعيم الحركة التحرر الجزائر والحركة التحررية بالنسبة للإفريقية ويدعو كذلك إلى التعاون بين الشعوب العربية التي لها يعني ماضي مشترك ومصير مشترك نعم وتتقاسم الكثير من الأمور المشتركة في الدين في اللغة في الحضارة إلى خيره نعم وثلاث سنوات يعني خمس سنوات فيما بعد يعني الحرب الرمال التي تكلمنا عليه يبين ويؤكد بكل وضوح بأن الدولة المغرب يعني لا تحترم الاتفاقيات المبرامة ولا تحترم حسن الجوار وبالتالك كيف يمكن لدولة تتغادى عن الإخاء والأخوة وتتغادى على كل هذه البنية المشتركة التي تواجد في هذه الشعوب المغرب العربي رغم أن شعوب المنطقة تجمعها كثير من المشائج والأواصل تقريباً عائلة واحدة تقريباً عائلة واحدة والأخوة موجودة إلى مين هذا بين الشعوب لكن النظام كما قلت المغربي المخزن المغربي يريد دائماً أن يصدر مشاكله من خلال يعني التصريف للأنظار من مشاكل الداخلية يعاني منها اقتصادي واجتماعي وسياسي حتى يشغل البال يعني للرأي الداخل ورأي العام بأمور يعني ليس لها علاقة تماماً بحسن الجوار بالسلم والسلام إلى خيره بالإضافة إلى أن تدخل طرف يعني آخر طرف الصهيوني الذي هو يعني العادو التاريخي لكل الأمع العربية لكل الأمع العربية ولكل محب بالسلام ولكل الشعوب المحبة للسلام نعم يدعوها ويتكلموا ويهددوا يعني أمن الجزائر كيف يمكن لنا أن نتكلم عن نصر الجوار نعم أستاذ كلمة آخرة كلمة آخرة أنا شخصياً لما فصلنا كيف الجزائر تتمسك من مبدأ حسن الجوار نعم هذا إنعكس على مكانتها في المنظمة الدولية يعني نلاحظ الجزائر في بداية هذه السنة يعني تحصلت على العضوية العديد في المنظمة الدولية بالمجلس حقوق الإنسان تابع هذا مبدأ تاريخي وثابت نحن على مشارفهم ستة كل الحكومات الجزائرية ستجوان صارت على نفس المنهج طبعا ستجوان إن شاء الله الجزائر تتحصل على العضوية الغير دائمة في مجلس الأمن الدولي لإن دماء مجموعة نحن نتكلم عن المبدأ الثابت وهو دبن بسجزائر وحساس حسن الجوار كلمة أخيرة أستاذ شكرا بارك للأفك نعتقد أن الشعوب العربية كما قال الأستاذ الشعوب العربية متشبعة بالحقيقة بهذه الأصالة أصالة العربية الإسلامية في حسن الجوار في حسن جوارها ببعضها ولكن تورط النظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني جعل في الحقيقة هذا النظام يسيء إلى الشعب الجزائري وإلى الدولة الجزائرية التي لا تزال محافظة على حسن الجوار مع الشعب المغربي وليس مع النظام المغربي أنا أقول بأن شعوب لغتها لغتها يعني لغة حسن جوار لكن تورط النظام في الحقيقة يسيء إلى الدولة الجزائرية ويسيء إلى هذا المبدأ اللي هو مبدأ حسن الجوار الجزائر الآن تحافظ على هذا المبدأ وتشيعه وتدافع عنه وترافع عنه في المنظمات الدولية وما يكسبها طبعا احتراما كبيرا لدى شعوب العالم أصبحت الآن الجزائر قبلة باعتبارها دولة يعني رقم مهم في دول عدم الإنحياز والدور الذي لعبته في الحرب الأوكرانية من خلال مرافعتها يعني من داخل من داخل منظمة عدم الإنحياز مرافعتها على على إيجاد حلول سلمية لهذا النزاع يعني يكسبها ايضا احتراما في المنظمة الجديدة التجارية الجديدة الاقتصادية الجديدة عضوية الجزائر في البريكسيت الآن تأخذ مكانها المحترم في هذه المنظمة في باقي المنظمات أيضا يعني أنا أشير إلى ما قاله السيد رئيس الجمهورية للديبلوماسية الجزائرية للسفراء الجزائرين حينما يعني التقى بهم أن الدبلوماسية الجزائرية يجب أن تكون في خدمة الرؤية الاقتصادية الجزائرية والقيم الحضارية الجزائرية وأن تشيعها في باقي المنظمة الدولية شكرا أستاذي أشكر في الختام الدكتور محمد مجاود رئيس جامعة البشار على كل ما تفضل به وشكرا جزيلا على الحضور وعلى كل ما قدمته من معلومات شكرا بارك الله فيك شكرا لدكتور أحمد بركات أستاذ القانون العام أيضا بجامعة البشار شكرا جزيلا شكرا لك الأستاذ رشاد وتشرفنا كثيرا بالتوجد مع كافياتي الحصة شكرا كما أشكر الأستاذ محمد صغير سعداوي أستاذ القانون وأيضا مدير المقبر التنمية والقانون بجامعة البشار شكرا لكم جزيلا شكرا بارك الله فيك وفي الختام أشكر كل عمال محطة بشار كما أخص بالذكر الفريق العامل معي على إنجاز هذه الحصة وكما أشكر أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتحدة شكرا لكم جزيلا